منذ أربعة سنوات وأنا أدرس في جامعة جورشتاون وهذه السنة الخامسة وركست على سوريا في هذا المجال اخترت كثيرا من الأعمال الأدبية من سوريا ومن العالم العربي أيضا وكانت تجربة أدب سجون مميزة وعليها إقبال كبير جدا وكان هناك رغبة من الطلاب في هذا الكورس قرست كثيرا من الأعمال الأدبية التي رأيت أنها مفيدة لتعلم اللغة العربية وفي نفس الوقت كي تعطي فكرة جيدة عن مفهوم أدب السجون وأنواع أدب السجون وأشكال الكتابة فيه والمقاربات المختلفة لهذا الموضوع لتجربة السجن في العالم العربي من سوريا ركزنا على سجن تدمر وقرأنا رواية القوقعة وأيضا قرأنا لفرج بير إقدار مذكراته وتجربتي في خيانات اللغة والصمت وتجربتي في سجون المخابرات السورية وقرأنا أيضا من مصر تلك الرائحة لصنعال إبراهيم وقرأنا نموذج كلاسيك في أدب السجون مثل عبد الرحمن مونيف شرق المتوسط وأعمال أخرى أيضا في سجن تدمر فيه تجربة خاصة ومريرة جدا مختلفة عن كل سجون سوريا وربما كل سجون العالم العربي فيه قسوة لم يشهدها التاريخ مثيلا من التعذيب والألم وظروف الاعتقال التجربة السورية مع الاعتقال مريرة جدا وهي بعد الثورة أضعاف مما هي عليه قبل الثورة وما فعله الإبن وضعاف ما فعله الأب وهذه المرة ما يميز هذه المرة أن هناك آلاف أكثر من مئتي ألف من المعتقلين على مدى سنوات طويلة وأغلبهم شباب ومثقفين أتمنى على المنظمات الحقوقية والإنسانية تستطيع أن تنشط في هذا المجال وأن تضغط على الحكومات التي ربما يكون لديها بعض الحس الإنساني أو الديمقراطي إذا صح التعبير ترجمة نانسي قنقر